السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على النص الوظيفي الطاقة النووية إذن من خلال ملاحظة الصورة نلاحظ أبراجا إثمنتية كبيرة وهذه الأبراج غالبا ما تكون في محطات الطاقة النووية أتوقع من خلال الصورة والعنوان أن يتحدث هذا النص عن الطاقة النووية وعن إيجابياتها وأهمياتها في حياتي الإنسان أولا أفهم وأحلل إذن السؤال الأول عندنا تسخيرها وتعني توظيفها با في نطاق واسع أي بشكل واسع ثانيا عائلة كلمة مفاعل تفاعل وفاعل ومفاعل أفهموا المظهر الأول هو الاستعمال السلبي للطاقة النووية مما أدى للحروب وثلوة البيئة المظهر التاني الاستعمال الإيجابي للطاقة النووية في المجال الزراعي والطبي والصناعي ثانيا العنصر الزائد وهو اقتصاد الطاقة ثالثا أهم إنجازات الطاقة النووية في ميدان الطب هو استخدام الإشعاعات النووية لقتل الخلايا المسببة للمرض ويستعمل الإشعاعات أيضا في مجال التشخيص والتصوير المقطعي الأعضاء رابعا العنصر الزائد هو بسيط تقنيا فالطاقة النووية ليست بسيطة تقنيا بل تحتاج لعلماء لتشغيلها وإنتاجها خامسا شروط استخدام الطاقة هي توافر العلماء ذوي الخبرة والتخصص وتوافر الأجهزة الآمنة أحلل إذن ألف الاختيار الألف تطوير بذور جديدة واستخدام الإشعاعات النووية للاستيطرة على تكاثر الحشرات واستخدام طاقة نووية لتحليل التربة با ميزات طاقة نووية في إنتاج الكهرباء فهي رخصة من حيث التكلفة وتدوم طويلا وأكثر نظافة ثانيا الجملة الدلة على رد الكاتب هي غير أن ذلك لا يعكس الصورة الحقيقية الكاملة عن الطاقة النووية إذ استطاع الإنسان تسخيرها لما فيه منفعة للبشرية ثالثا الاستعمال السلمي للطاقة النووية في الميدان الزراعي يتمثل في تحليل التربة وحفظ الأغذية رابعا قصد الكاتب الاختيار جيم تصحيح فكرة عن الطاقة الشمسية لأن الفكرة الشائعة عند الناس عن الطاقة الشمسية أنها خطيرة ومضرة بالبيئة أركب وأقوم سنركب خريطة دهنية يعني فكرة عامة على النص لكن بشكل خريطة دهنية إذن عندنا الطاقة النووية تحدث النص عن الطاقة النووية تحدث عن استعمالات سلمية ومفيدة الطاقة النووية مثلا في الميدان الفلاحي وفي الميدان الطبي وفي توليد الكهرباء ففي الميدان الفلاحي تم تحسين الإنتاج وإنتاج المبيدات وفي الميدان الطبي علاج وتشخيص الأمراض وفيما يتعلق بتوليد الكهرباء فتوليد الطاقة الكهربائية يتم أيضا عبر الطاقة النووية ثانيا منافع استخدام الطاقة النووية للإنسان والبيئة تتمثل في تزويد المنازل بالكهرباء وتستخدم في العلاجات الطبية وفي الميدان الزراعي كما أنها لا تنتج غازات مدرة للبيئة ولا للطبيعة أقوم إذن الطاقة الشمسية سنقارنها بالطاقة النووية الواردة في نص محطة نور وارزازات إذن الطاقة الشمسية فهي متاحة للجميع لأن الشمس في أي مكان توجد غير مكلفة مصدرها الشمس وصيانتها غير مكلفة أيضا الطاقة النووية فهي غير متوفرة لجميع ومكلفة من حيث الإنتاج مصدرها نووي تحتاج لعلماء ومتخصصين تولد كمية كبيرة من الطاقة فالطاقة النووية فهي مكلفة من حيث إنشاء المحطة والتخصيب اليورانيوم فهنا تتمثل التكلفة الباهضة ميادين أخرى لاستعمال الطاقة النووية فنجدها في استكشاف الفضاء وفي تحلية المياه وفي الاستخدامات سلمية للطاقة الذرية في الزراعات وتأمين الغذاء ثانيا الاستعمال السلمي للطاقة النووية هنا مطلوب مننا صور مرفوقة بمعلومات بسيطة إذن في الميدان الزراعي وفي توليد الكهرباء وفي الميدان الطبي أيضا وبالتوفيق لجميع إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة